يواصل فيروس كورونا الانتشار في جميع أنحاء العالم لكن بعض الدول نجحت في تستحي منحن الوباء حيث انخفض عدد الإصابات الجديدة مما عمل على التقليل من حالات الوفيات ووفر المزيد من القدرات في أنظمة الرعاية الصحية المنهكة وعلى الرغم من أن ذلك لا يعني نهاية فورية للفيروس في تلك الدول لكنه يمثل إشارة إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية لن تغرق بالمرضى كما حدث خلال الأسابيع الماضية ووفقا للبيانات نجحت دول مثل فرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والصين بتسوية منحن الفيروس بالفعل وفي جميع الحالات استخدمت الدول تدابير الإبعاد الاجتماعي والحجر الصحي في محاولة لتخفيض الحالات الجديدة لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من رفع المتسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي الوباء وقالت إن هذا الأمر قد يتسبب بعودة قاتلة للفيروس وعلى العكس مما يجري في الدول الأوروبية لا تزال حصيلة وفيات وإصابات وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد يوما بعد يوم حيث تحولت ولاية نيويورك إلى بؤرة للوباء بتصدرها حالات الوفاة والإصابة بفارق كبير عن باقي الولايات وصرح العديد من المسؤولين بنيويورك أن الأيام الأسوأ لم تمر بعد حيث بلغت الوفايات في الولاية نحو ثمانية ألاف أي حوالي نصف حالات الوفاة في جميع أنحاء البلاد كما وصلت الإصابات إلى ما يقارب مئة وثلاثة وسبعين ألفا أي ما يمثل نحو ثلث إجمال الحالات المسجلة في الولايات المتحدة هذا التصاعد في عدد الوفيات دفع واشنطن إلى اتهام منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين وبمساعدتها على إخفاء خطورة المرض حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق مساهمة بلاده في ميزانية المنظمة وقال إنه سيصدر إعلانا لسبوع المقبل بهذا الصدد من جهتها نفت منظمة الصحة العالمية أن تكون قد تلقت إنذارا مبكرا من تايوان حول انتقال الفيروس كورونا الجديد بين البشر وتجاهلت داعية إلى عدم تسييس الوباء وهو موقف سندها فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريج الذي اعتبر أن الوقت ليس مناسبا لانتقاد منظمة تقف في خط الدفاع الأول ضد الفيروس اشتركوا في القناة